أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن الأوضاع أصبح الطبيعية بالمحافظة واعتبارا من يوم السبت القادم لا تنصيقات في إدخال المأكلات وجميع المنتجات إلى المحافظة وأضاف المحافظ على هامش ختام مبادرة منهضة العنف ضد المرأة أنه سبقت الموافقة على فتح محطات الوقود وإدخال الزيوت بصفة مستمرة هذا وقد تم تقديم طلب للأمانة العامة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية بإلغاء التنصيقات على إدخال جميع المنتجات إلى المحافظة وتمت الموافقة وأعلن المحافظ أنه تم تنفيذ حملة لمناهضة العنف ضد المرأة خلال 16 يوما اعتبارا من يوم الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي حيث تم تنفيذ الفعاليات طبقا لما هو مقرر على مستوى العالم